نبدأ بالتفاصيل وندخل في الأخبار في الأهلي نيوز روم خلينا نبدأ مع حضراتكم الأول بأخبارنا النادي الأهلي ميسر كولر قرر أنه بعد العودة الفريق رجع طبعا بعد انتهاء المباراة وصل تقريبا فجر اليوم وبناء طبعا على رحلة السفر رحلة بتكلم رحلة سفر شقة جدا سبع ساعات أجواء صعبة خود لقاء قوي جدا ميسر ميسر كولر قد راحة للفرقة لمدة يومين 48 ساعة راحة سلبية بعدها يرجع الفريق ان شاء الله يبدأ الاستعداد لمبراطي الجمعة اللي جاية يوم الثلاثة ثلاثة أربعة خميس ثم المواجهة ان شاء الله هتكون يوم الجمعة على السادة القاهرة في وسط حضور 50 ألف من مشجعين النادي الأهلي وهو هرجع وهتكرر انه رهاني كبير جدا على الدور اللي هتقوم به الجماهير في المباراة اللي جاية طبعا دي لقطات من وصول البعثة اللي وصلت فجر اليوم بيرسي تاوب الحقيقة يمكن نسيت اسمه لكن مش عايزة أقول أسماء لانه الحقيقة التيم كله كان بطل يعني التيم كله كان بطل عندنا شوية أخطاء يعني محتاجين نشتغل عليها وخصوصا انه ال 270 دي اللي لو قد لنا نحن نلعبهم ان شاء الله والغاية لما بإذن الله انه توج بيبقى لقب ال 12 في تاريخ النادي الأهلي هتلعب على تفاصيل التفاصيل يعني مش عايزة أقولك أدق التفاصيل يعني ممكن نقول انه 3-4 لامسات ممكن يخلصوا اللقب زي امبرح ما فيه لامس 2-3 كان ممكن يخلصوا المباراة لصلاح النادي الأهلي او لقب در الله ضد النادي الأهلي لانه زي ما كان لنا في ماتشن بارح برضو كان علينا ودي حاجة من الحاجات اللي مستر مارسل كولر أكيد طبعا هيدرسها وهيذاكرها وهيحاول يشتغل معاها على الاسكواد الموجود يبقى هنرجع ان شاء الله يوم الثلاث ومناسبة ناس بتسأل على الإصابات نياس كلها بتسأل على الإصابات طيب خلينا نتفع على حاجة انه حتى لو فيه اسماء مرشحة من قائمة المصابات وكلهم مهمين يعني محدش قدر يعتبر انه غياب محمد الشناوي أليو ديانج إمام عشور ياسر إبراهيم حسين الشحات مش مؤسر اكيد طبعا مؤسر تكلم على قوة ضربة في كل خطوط النادي الأهلي حراصر مرمى خط الدفاع خط النص خط الهجوم ولكن في النهاية في النهاية ورغم صعوبة لحق الاسماء دي كلها يمكن القريب شوية قبل مباراة مازمبي ممكن يكون مروان عطية والنهاردة مفترض انه مروان عطية هياخد على كشف طبي يتحدد على أساسه إمكانية لحقه مباراة العودة أمام مازمبي ولا لا وخصوصا انك برضو حسيت كجمهورنا دي لأهلي انه يعني فيه خط النص بالذات يمكن يكون هو أكتر الخطوط تأثرا يعني خط دفاعك إلى حد كبير جدا قدم مستوى عالي في المباراة دي ودايما حط في اعتبارك الظروف اللي محطوط فيها الفريق أنا عارف انك دايما عايز تشوف الأهلي في أفضل صور وعايز تشوف الأهلي دايما بيكسب وعايز تشوف الأهلي حتى هو بيلعب برة مهما كان اسمه منافس وده طبيعي يعني الأهلي يعود جمهوره على كده وده ما كانت الأهلي اللي يستحقها لكن فيها وقت كتير جدا لازم تخش في اعتباراتك الظروف المباراة اللي ممكن تكون مأثرها سلبان بشكل كبير جدا على اللعيبة الملعب قصة غير الملعب غير شاشة تلفزيون وفي النهاية اللعيبة قدت اللي عليها ورجعت بنتيجة ان شاء الله بإذن الله بإذن الله تطمنها بشكل كبير هل ده سهل مباراة العودة إطلاق احنا بشوف انه النتيجة دي اه صحيح نتيجة تعتبر إيجابية انك تتعادل وما تخسرش في الجولة الأولى في ملعب مزينبي شيء كويس جدا طبعا جدا لكن في النهاية لما تيجي تحسبها حزب تحتمالات اقولك ان المباراة اللي جاية ليس سهل على الإطلاق بالعكس الضائفة عند مزينبي هتكون كبيرة جدا فكرة انه يحاول يلعب على فكرة تسجيل هدف في النادي الأهلي فبالتالي لا المباراة اللي جاية ليس سهلة واتمنى ان شاء الله بإذن الله انه الأهلي يخلص فيها بدري 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 يعني تكون المبادرة عندنا بالتسجيل بحيث انه ما نسيبش خيار آخر او بديل آخر امام مزينبي غير انه هو يفتح خطوطه وانه يحاول يعود لانه في الحالة دي هيكون ما عندوش حاجة يخسرها وبالتالي هيلعب الكل في الكل وهنا ييجي دور مارس الكولر والتاكتكال هيحط المباراة اللي هو طبعا قدرى مني ومنكم به هو يتحمل مسؤوليته بشكل كامل لكن ان شاء الله النتيجة في النهاية ساعدتنا على ان فرصنا تكون كبيرة جدا في مباراة العودة وارد بقى يكون الترجي كسبان 1-0 يقدر يحافظ على التقدم اللي عملوا فيه في تونس ويستنى المواجد بريتوريا ومواجد جنوب أفريقيا يقدر يخطف يصعب من مهمة سانداونز وارد سانداونز وارد يخلص اه وارد يخلص جدا لانه حقيقا برح يعني يقدم جيم كبير جدا والتوفيق ما كانش حليفه خد بالك من فكرة التوفيق والشخصية بطولة أمم أوروبا السنة دي قديت درس كبير جدا 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 لفكرة البطولة اللي فيها خروج المغلوب البطولة حتى لما تكون بتكلم على بطولة كبيرة قوي بشارك فيها كبار عندية العالم زي بطولة شامبيوز ديك يعني ما تيجي تقول مثلا الدوري الإنجليزي في مقارنة الدوري الألماني مثلا على سبيل المثال هل يصح أنه الثلاث فرق الأقوى في الدوري الإنجليزي السنة دي مين اللي بيصارع على اللقب البطولة المان سيتي أرسنل ليفر بول أنكت فرص مين فيهم أقرب يعني لكن هما دول التلاثة الكبار في بطولة البريمير ليج أقوى بطولات الدوري على مستوى العالم هل يصح أنه التلاثة يخرجوا من كل بطولات أوروبا وأنه بطولة زي بطولة الدوري الألماني اللي بالتأكيد بتيجي من حيث القوة المنافسة فيها ومن حيث القوة البطولة نفسها بعد الدوري الإنجليزي يكون واصل منها فرقتين للدور قبل النهائي نكلم على بايا مين الخر نكلم على بروسيا دورتموند هل يعقل أنه بطولة زي الدوري الفرنساوي اللي جان تقدم لنا بي أجي اللي يكون حاضر وبقوة في الدور قبل النهائي وما فيش فريق من إيطاليا من الفرق الكبيرة اللي بالتأكيد الكلش ويفوق بطولة داولي الفرنسي قوة ما يكونش حاضر آه ورد وبقوة وحصل بالفعل هل طبيعي أنه الستي يخرج قدام ريال مدريد لا طبعا مش طبيعي هل سيناريو المباراتين والمواجهتين يقولون ان الستي ما استحقش يكون موجود على منصة التتويج مش في الدور قبل النهائي أو الدور النهائي بالحسابات كان المفروض يبقى هو بطل النسخ لكن في النهاية اللي موجود هو الريال والستي ودى على البطولة بدري بدري عشان كيف أقول أن كل مباراة لها ظروفها وسيناريوهتها وفي النهاية الرهان دايما بيبقى على الخبرة على شخصية البطل على الفريق اللي عنده روح البطولة وبينافس بجد وعنده رغبة بجد في التتويج لأنه أي حاجة غير التتويج بتعتبر بالنسبة له إخفاق شديد فرهان إن شاء الله إذن الأعرب زي ما قلت لكم هو مروان عطي هيخذ على الفحص النهاردة طبي يتحدد على أساسه هل ممكن يكون جاهز ولا لا الأكيد هو ياسر إبراهيم ولكن بعد مباراة مازينبي أما باقي الأسماء كلها بتخذ على البرنامج التأهيلي أو بتنفذ البرنامج التأهيلي على وعاست إن شاء الله تكون موجودة إحنا عندنا مطشين يوم بإذن الله بإذن الله طبعا لو تخطينا عقبة مازينبي هيبقى مباراتي النهائي أو مباراتي النهائي دوري الأبطال إن شاء الله بإذن الله حال وصول النادي الأهلي للمباراة أو المواجهة النهائية هيكون عندنا مطشين تمنتاشر وخمسة عشرين أعتقد هيبقى فيه فترة فترة كبيرة جدا من الوقت عشان نجهز كتير من الأسماء اللي بالتأكيد لازم تكون حضرة قبل مواجهة المباراة النهائية سواء ترجي أو ساندونز ده إن شاء الله بعد ما نتخطى مباراة مازينبي سريعا جدا منتخب مصر خلينا أقول لكم أنه الجهاز الفني المنتخب بقيادة كابتن حسام استقر على معاة خمسة يونيو مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم المنتخب يتصدر مجموعته أفكركم مرة تانية عندنا مباراتين بس في السنة دي عشرين أربعة وعشرين صيفة عشرين أربعة وعشرين في تصفيات كاس العالم المنتخب ليعب بطشين قبل كده قدد يجيب منهم ستة بونت كنا كسبنا جيبوتي ستة وسيرياليون أعتقد اثنين وبالتالي في رصيد المنتخب المصري ست نقاط حطوه في صدارة المجموعة المنافس الرئيسي بتاعنا أعتقد هيكون بوركينا فاسو اللي هنواجهها ان شاء الله زي مقرر كابتن حسام يوم خمسة يونيو ومن يوم تمانية عشرين مايو هيكون توقف للنشاط المحلي بسبب معسكر منتخب مصري